وفي شأن المفاوضات اليمنية تلقى المبعوث الأممي لليمن اتصالاً هاتفياً مع وزير الخارجية الأمريكي جون كيري أعرب فيه كيري عن الشكر والعرفان للكويت وأميرها لاستضافتهم المشاورات التي تعد فرصة حقيقية لإنهاء معاناة الشعب اليمنية أعرب وزير الخارجية الأمريكي جون كيري عن تقديره وشكره لدولة الكويت وصاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد للاستمرار في استضافة مشاورات السلام اليمنية برعاية الأمم المتحدة شكر كيري جاء خلال مكالمة هاتفية جرها مع مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل للشيخ أحمد للإطلاع على آخر التطورات في المشاورات اليمنية وقال كيري أن الكويت أثبت دعمها الكامل للمشاورات التي تعتبر فرصة مناسبة لوضع حد لمعاناة الشعب اليمني وكان المبعوث الأممي قد عقد جلسة ثنائية اليوم مع حركة أنصار الله والمؤتمر الشعبي ضمن إطار المشاورات ومن المقرر أن يقدم لد الشيخ أحمد حاطة مساء اليوم إلى مجلس الأمن عبر دائرة تلفزيونية مغلقة وكان المبعوث الأممي أعلن أمس الأول تسلمه رسالة موقعة من وفد الحكومة اليمنية يعلن فيها موافقته على المقترح الذي قدمه لحل الأزمة اليمنية قبل أن يغادر الوفد الكويت عائدا إلى العاصمة السعودية الرياضة